اقولوا جمهور المغرب واللي امتابعيني في المملكة المغربية الان انتوا يجب ان تفخروا فخر ما بعده فخر بمنتخب بلادكو ده هو كان حد فينا يحلم ان احنا نتجاوز دور الستاشر او نتجاوز دور التمانية ونوصل لدور الاربعة ونلعب على المركز التالت والرابع حلم ده مكانش موجود صحيح اداء المنتخب المغربي طمعنا لانه عمل مباريات في منتهى القوة والروعة والجمال اداءا مقنعا للغاية لكن ده ابدا ما يخلناش ان احنا ما نبقاش عندنا منتهى الفخر انا اتصور اقتخب المغربي يعقب عودته الى المغرب هيكون في استقبال رسمي وشعبي مهول مهول ايا كانت نتيجة يوم السابت ايا كانت هو هيلعب يوم السابت ان شاء الله على المركز التالت عندناش مشكلة اطلاقا ان شاء الله باذن الله يفوز ساعة خمسة ان شاء الله واذا لم يحدث ما عندناش مشكلة برضو خالص احنا وصلنا لواحد من افضل اربع منتخبات في العالم احنا بقينا احسن من انجلترا واحسن من اسبانيا واحسن من بولندا واحسن 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 من منتخبات عظيمة والبرتغال وغيره المانيا وغيره وغيره احنا عدينا احنا النهاردة كان الـ 22 التصنيف الخاص بالاتحاد الدولي بالنسبة المغرب عقب هذه المباراة صعد الى التصنيف رقم 11 لا ينزلوا من الجاين دول هيبه المنتخب المغربي رقم 11 على العالم فيما يتعلق بالرانكينج بتاع الاتحاد الدولي لكن واحسن تالي التصنيف في تاريخ افريقيا كله 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 فعلينا ان احنا نفخر فخر ما بعده فخر طبعا بهذا الانجاز